موسيقى صباح خير مشاهدينا برحب فيكم نويل ما كنتوا عم تابعونا بالبنان بالعالم العربي والعالم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث يوم السبت 13 شباط 2016 بصرني أني رحب بضيفي بستوديو الصحافي في جريدة الأخبار أستاذ حسن علاء صباح خير أستاذ حسن أهلا وسهلا فيك طبعا اليوم ملفات رسمي حالي يعني عنا زيد علي ملف النفايات من بعد ظهور العامل الروسي على الخاط والشركات الروسية وكيف رح تروح الأمور علما أنه اليوم أنتوا كاتبين عن صراع روسي على النفايات بدك توضحنا هذه النقطة بالتحديد المواضيع الداخلية من تفعيل عمل الحكومة إلى رئاسة جمهورية إن شاء الله ما بعرف إذا بتنين قدر بيكون عنا شي رئيس جمهورية ما في أجواء تنبئ بهذا الأمر طبعا نحن محيطنا كله مشتعل وخاصة سوريا يبدو أنه الحلول بدأت تشتعل أيضا من بعد ميونيخ بعد كلام كاري ما بعرف إذا رح يوصلنا لنتيجة موضوع وقف عمليات وقف إطلاق نار وإدخال المساعدات ولوين ممكن توصل هذه الأمور ويبدو أنه فيه شوية قبول من قبل المعارضة لهذا الطرح إضافة إلى الموضوع الأساس اليوم يلي هو نحن عشية الذكرى 11 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري وفيه يعني إحياء الذكرى ببيال بكرة والعنظار كلها موجهة إلى كلمة الرئيس سعد الحريري ومبارح كنا أيضا بذكرى استشهاد عماد مغنية الحج ردوان يعني صدفة كيف تجمع الذكرى يلي اليوم على خطين نقيد مثل ما بيقولوا مشروعين على خطين نقيد من الأصل أنه مشروعين على خطين نقيد رح نحكي يعني كان يكون فيه صعود وهبوط بالعلاقة هلأ يبدو لا مش واردة مش واردة فكرة الجمع الضم كله فرز هلأ كان فيه تعايش ما كان فيه مساكنة بركة كمان مساكنة مساكنة بالإكراه حتى معايشة بالإكراه يعني بسبب الوجود السوري في لبنان بس مش لسبب ديما رح نحكي بتفصيل عن هذه المواضيع سوف نقوم بشوء لإخبارية سريعة مع كلارة جحان نعود بعدها ونبدأ بالحوار شكرا لك سامر أهلا بكم نقل موقع جرين آريا اللبناني عن الناشطة البيئية الروسية دكتور أولغا سبيرانسكايا أنها تلقت أمس اتصالا هاتفيا من وزارة البيئة والموارد الطبيعية الفيدرالية الروسية تضمن تأكيدا في شأن عدم نية روسيا استيراد أية نفايات من لبنان وأن الوزارة لم ولن تصدر أي توثيقة بالموافقة على هذه الصفقة وقدمت الناشطة الروسية طلبا خطيا رسميا إلى وزير البيئة الروسي لكي يؤكد رسميا هذا الموقف الذي طلقته عبر الهاتف من قبل من أسمتهم كبار المعنيين في الوزارة لفت الرئيس نبيه بري إلى أنه ليس على عجلة لانعقاد مجلس النواب وقال لدي مشاريع في الأدراج برسم المناقشة والإقرار ولست مستعجلا عليها وأنتظر دورة آذار بعد أسبوع قليلة المهم أولا وأساسا استمرار عمل الحكومة وأبدأ بري اعتقاده أن فضيلة شغور إن صح أن ثم تفضيل فيه أنه أفضى في المحطة الحالية من الانقسام السياسي الداخلي إلى ما يصح تسميته فرط قوة 48 آذار على السواء لا قوة 14 آذار لا تزال كما هي ولا الفريق الآخر كذلك إلا أننا رغم هذه الإيجابية لم نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية كما أبدأ بر ارتياحه إلى قرارات الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء ولاحظ أنها إنجازات في ملفات بدأ أنه يصعب التوافق عليها ترحيل النفايات، الدفاع المدني، القرارات المالية، الكلام المرحب بإجراء الانتخابات البلدية والاستعداد لها قال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الرئيس السوري بشار الأسد واهم إذا كان يعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للنزاع في سوريا وأضف تونر إن كل ما سنراه إذا واصل النظام السوري القتال هو مزيد من سفك الدماء ومزيد من المعاناة وبصراحة مزيد من تشدد المواقف في الجانبين يبدأ البابا فرانسيس اليوم زيارته إلى المكسيك حيث رحب به الآلاف عند وصوله في زيارة تستمر خمسة أيام وسيزور البابا القصر الوطني للقاء الرئيس المكسيكي ومع أن ثلاثة بابا واد زاروا المكسيك من قبل سيكون فرانسيس أول حبر أعظم يستقبل في القصر الوطني بعد 24 سنة على إعادة العلاقات الديبلوماسية بين الفاتيكان ومكسيكو وبعد وصوله إلى المطار توجه البابا إلى استفارة الباباوية على متن عربته الشهيرة بابا موبيل التي اخترقت الحشود الغفيرة المصطفى على طول الطريق ترحيبا بالضيف الكبير وكان البابا توقف قبل ذلك في كوبا حيث عقد لقاء غير مسبوك مع البطريار كيريلوس وقال البابا لمحادثه وأخيرا التقينا وذلك في قاعدة في مطار هافانا مكررا مرات عدة نحن إخوة وبدأ اللقاء بعناق وقبولات بين البابا والبطريارك الروسي وفي إعلان مشترك عبر عن الأسف للجروح الناجمة عن نزاعات في الماضي البعيد والقريب بين المسيحيين ودع البابا والبطريارك المجتمع الدولي إلى القيام بإجراءات عاجلة لوقف تفريغ الشرق الأوسط من مسيحيه أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف عن اعتقاده بأن بلاده يمكنها العمل مع السعودية بشأن النزاع في سوريا وأعرب ضريف في مؤتمر ميونيخ للأمن عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي شيء في منطقتنا يمنع إيران والسعودية من العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا إلا أنه أكد وجود إمكانية لتحديد التحديات المشتركة خاصة التي تمثلها المجموعات الإرهابية وقال إن المتطرفين يشكلون تهديدا على إشقائنا في السعودية مثل ما يمثلون تهديدا على باقي المنطقة ونحن مرتبطون بمصير مشترك هذا كان كل شيء في الموجاز عودة إلى سمر والحدث شكراً كلارا براح فيكم جديد مشاهدينا وأبدأ الحوار مع ضيفي أصحافي في جريدة الأخبار حسن علي أهلا وسهلا فيكم جديد أستاذ حسن خليني أبدأ من اليوم على غلاف صحيفة الأخبار صانع الزمن الجديد الحجر دوان عماد مغنية في ذكرى الاستشاد هذا ذكرى الاستشاد ليه؟ ليش؟ لأنه الحجمات المغنية هو أقل ما يقال بحقه أنه أحد صانعي تاريخنا المعاصر في لبنان هو بحق أحد صانعي نصرنا بسنة الألفين وهو أكيد أحد أبرز صانعي نصر 2006 وكل ما لدى المقاومة اليوم من خطط عملية من خطط تجهيز وتطوير حتى اليوم استشهد 2008 نحن اليوم 2016 بعد 8 سنين حتى اليوم لا تزال المقاومة تعتمد بتطوير ذاتها بتطوير قدراتها بتطوير برامج عملها على ما أسسه عماد مغني هذا الرجل الناس كجمهور غالبية ما كانت تعرفه ما كانت تعرف دوره الحقيقة حتى داخل جسم حزب الله فيه ناس كتير ما كانوا يعرفوا عن دوره الحقيقة وحتى اليوم للأسف لم يفرج عن كل أرشيفه فيه قضايا طبعاً لن يفرج عنها قبل عقود لأسباب أمنية والأسباب العلاقة بسرية العمل المقاوم ولكن حتى الحد الأدنى لم يفرج عنه كل شيء عرفنا عنه من دوره بتأسيس المقاومة من سنة 82 دوره بعدم تحويل لبنان إلى حتى هذا ما كان حكى عنه دوره بعدم تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية بكل ما الكلمة من معنا دوره لاحقاً بمأسسة العمل المقاوم دوره بمأسسة عمل استخبار المقاوم دوره بدعم المقاوم بفلسطين دوره منذ اليوم الأول للاحتلال الأمريكي للعراق بالألفان وثلاثة يعني مش عم نحكي عن شيء صار ألفان واربعة وخمسة لا من اليوم الأول للاحتلال الأمريكي بالعراق دوره بمقاومة هذا الاحتلال الخطة اللي ساهم كان أساس بوضعه الخطة الدفاعية اللي كانت بجنوب لبنانية اللي لأول مرة تستخدم بالعالم على الأرجح هي المزج بين حرب العصابات والحرب الكلاسيكية تطوير القوة الصاروخية للمقاومة فتح أفاق جديدة للعمل المقاومة كل هول كانوا فيه رجل واحد هو ابن مؤسسة وهو ساهم بوضع أسس هذه المؤسسة ولكن هو كان أساسي إن لم يكن الأساسي ماذا بقي من كل هذا طبعا مش عم بحكي على بنية المقاومة لأنه بنية المقاومة يعني كل مرة سمحت السيد بيقول أنه هي ما زالت كما هي وإنما إلى تطور وإلى تفوق وإلى تقدم أكثر فأكثر ولكن لما بنحكي عن زمن الانتصارات لما أنا بنحكي عن الألفين ومنحكي عن الألفين وستة ومنحكي عن كل هذا الأمر طبعا هو انتصار ولكن كيف ترجمناه في الداخل اللبناني وشو بقي منه لحد هلأ يعني ما بدنا ننسى فكرة أنه هناك في لبنان من لا يعتبر هذا الذي حصل انتصار ولا يعتبر عماد مغنية في ناس ما بتعتبره شهيد وفي ناس ما بتعتبره أنه هو هل قد على قد ما أنت عم بت تحكي وأنه ما بيعتبره من ناحية تانية بأنه لا جاب الويل على البلد يعني وجاب عقوبات وجاب توقيفات وجاب لويح إرهاب وجاب كل هذا الأمر جمالا هو عادة اللي بيكون أما متخازل وأما شريك للمحتل وأما عميل بدوا يلاقي دائما تبريرات لموقفه ما راح يطلع يقول أنا عميل أنا متخازل أنا متعاون مع الاحتلال لا بكل بساطة بدوا يلاقي تبريرات لأله بدوا يحاول يهشم صور الأبطال الحقيقيين يعني بفرنسا اللي يتعامل مع النازية لقى لحاله تبرير بالآخر قال أنه أنا حماد باريس من التدمير هذي وحده من تبريراته كان بكل دول العالم العميل الذي يسقط بالاختبار الوطني يلاقي تبرير لنفسه يا أما تبرير شخصي يا أما تبرير مهني يا أما تبرير مذهبي يا أما تبرير طائفي يا أما تبرير وطني أحيانا طيب بس فأنت هولا بدك تنتبه أنه الموضوع منه شخصي الموضوع أصبح على الصعيد الوطني وعلى صعيد كتل أو حزاب شو يعني أكتريت الشعب الألماني على الأرجح كانت بفترة من فترات مع النازية هل هذا يعطي مشروعية للنازية حتى لو كانت تسعين بالمئة من اللبنانيين يأخذين هيداك الخيار مع أنه غير صحيح أكثرية اللبنانيين هني مع خيار المقاومة أكثرية يعني أكتر من نصف اللبنانيين على الأقل هني مع خيار المقاومة وإذا بتشيل التحريد المذهبة هنا صارنا عم نحكي فرضيات ما ألا معنى ولكن هاو دي مع تحريد مذهبة ومع مليارات الدولارات اللي دفعها آل سعود والأمريكان بلبنان منذ نشوق لبنان حتى اليوم رغم ذلك لا يزال أكثر من نصف اللبنانيين هني يدعمون خيار المقاومة ماذا بقي من المقاومة؟ بقي بكل بساطة ما سألنا ماذا بقي من المقاومة؟ قالنا شو بقي من الانتصار ومن ما صنعه؟ أو من الزمن الذي صنعه عماد ضغنيا؟ عادة نحن بعضنا عم نعيشوا لهذا الزمن يعنين؟ عادة الأمم اللي عندها أزمة بهويتها واللي ما عندها جامع حقيقي مشترك ما عندها اتفاق على تعريف العدو والصديق ما عندها اتفاق على تعريف العميل والوطن طبيعي أنه هي قبل ما يصير الانتصار ما بتعرف بالناس اللي عم بيعدوا لإله ولما يصير الانتصار ما بتنتبه أو بتتجاهل بتعيش النكران وهذا النكران بينسحب على مبعد الانتصار وتحويله إلى هزيمة ومحاولة مساعدة العدو على تحويله إلى هزيمة طبيعي أنه فيه جزء كبير من اللبنانيين ما يحس بمعنى الانتصار ما يعرف شو يعني كان في عنا أرض محتلة في الجنوب وتحررت ما يعرف شو يعني الكوة الكبيرة اللي اللي نزرعت بجدار الردع الإسرائيلي ما بيعرف شو يعني أن تتحول المقاومة في لبنان إلى تهديد وجوده بعد حوالي عشرين سنة على عدم أنه كانوا الإسرائيليين بظل تذكر فيها إيهود باراك بالخمسة والتسعين عندما عدد المخاطر وهو أحد أهم الجنرالات اللي مرأوا بواحد المهمين بآخر ثلاث عقود من الأهم كان عم بيعبر عن المخاطر الوجودية على إسرائيل ما اعتبر المقاومة هي خطر وجودي اليوم المقاومة هي الخطر الوجودي الأول حسب ما يعرف الإسرائيليون حسب ما يعرف الإسرائيليون الأخطار الوجودية على كيامهم فيه ناس ما رح تنتبه لهيدا الشي وما بيعنيلون هيدا الشي ما بدون يشوفوها إني أحرار بس إني لازم يشوفوها لازم بلبنان أنا أعرف شو كان يحس ابن بنت جبال وابن مارون الراس وابن لايعة وابن مرجعيون وابن لخيام وابن النقورة أعرف شو كان يعاني أعرف شو عاني أنا آرن نفسي بالضف الغربية لأعرف أنا وين كنت ووين صرت أعرف أنه سنة 82 كان الإسرائيلي عم بيكسدر هون بالشارع تحت أعرف أنه الإسرائيلي كان يقدر ينزل على مطار بيروت قبل ما تبلش عمليات المقاومة الكبيرة من الأراضي اللبنانية يجي يدمر كل الطائرات اللبنانية الموجودة على مطار بيروت وما حدا يقول له وينك كان يوصل على شارعون كان يمكن مثل هالأيام كان شارعون هون بيبيروت لا مش بالاحتلال قبل الاحتلال كان هون أريال شارعون كان يقدر يجي على الكارنتينا ويقدر يجي على الشرفية ويقدر يجي على جونيا كان في عنا هون محاولة من الأمريكان لتحويل لبنان إلى ما يشبه عراق آخر أو إلى ما يشبه أفغانستان أخرى هذا كله تحطم إذا ما بدنا نشوفها المشكلة مش بالحدث المشكلة باللي ما عم بيشوفها المشكلة باللي مقرر أنه يكون يقبل أنه يحدد له خياراته الأمريكان والرجعية العربية متمثلة تحديدا بأنظمة الخليج وبأنظمة الاستسلام اللي كان الساداتية اللي لازالت تحكم العالم العربي إذا أنا بدي يقبل أن هي تحدد لي أولوياتي وتفرجيني وين الانتصار وين الهزيم يكون مشكلة فيه أنه أنا قبلين نكون هاي مش المشكلة باللي صار وللأسف شخص بمستوى عماد مغنية تقولي لي مثلا شو بعده أنا بقدر أجزم أنه لحد اليوم مش عم أقوله شعر يعني ولا شي وجداني عماد مغنية لا يزال بيننا بكل ما الكلمة من معنا بالشي اللي تركه يعني بالشي اللي تركه أنا متيقن أنه بعد حتى اليوم فيه برامج عمل وضاعة مغنية لا تزال تطور بنية المقاومة وأساس بنية المقاومة مش عم بحكي عن شي هامي شي لا أنه مثل ما أنه فيه ناس راحت على مكاتبها بعد ما استشهد وبعد التعازي ولقيت منه واصلة بريد منه وبيفتح لها مجال للشغل لسنين لقدام فيه ناس بعدها لحد هلأ لحد هلأ تعمل بما رسمه لها عماد مغنية فيك تقولي أنه فيه جزء من بيئة المقاومة لا تزال تشعر مش تشعر تلمس وجوده حتى اليوم مش عم بحكي عن شي وجداني عم بحكي عن شي عملي للغاية يعني بالشغل يلي تركه بالأسف شخص مثله ما فيه عندنا وطن ينصف عماد مغنية بيقوله ما فيه حدا أكبر من وطنه لا فيه ناس أكبر من وطنه فيه ناس أكبر من أوطانه وأوطانه ما بتعرف حقه ولا تنصفه من طبعا تحية لأروح شهداء أينما كانوا سابقا وحاليا وهو حتى نكون دائقين أكتر هي القصة مش بس أنه فيه وطن يحرم عماد مغنية حقه من الأنصف كل شهداء اللي قاتلوا بوجه إسرائيل إذا لم تذكرهم تنظيماتهم ما حدا يذكرون نحنا عنا من أبو علي حلاوي كفر كلا لليوم فيه أسماء نحنا ما بنعرفها ما بنعرف شو أهميتها وكل ما عم نبعد عن الوقت كل ما عم نبتعد زمنيا عن الحدث عم تروح أكتر فيه عشرات الشهداء من بينجلادش ومن اليمن ومن تونس ومن المغرب ومن باكستان قاتلوا بلبنان ومن كوريا الشمالية ومن تشيلي قاتلوا ضد إسرائيل بسوريا وبلبنان وفي فلسطين نحنا ننسيهم نحنا لو ما أكوزوا أوكاموتو يصير فيه عليه جدل الليخلي بلبنان ما كان حدا ذكره الجدل اللي صار يوما بين رفيق الحريري وعهد الرئيس أميلا حود لو ما هيك واللعبة اللي عملت يوما مع المخابرات اليابانية لتوقيف مجموعة المقاومين جيش الأحمر ما كان حدا ذكرهم فنحنا شعب بلا ذاكرة بلا هوية ثقافتنا بسطورة في أكتر برنحطة بتبرر لأن نحنا شعب بلا ذاكرة مجرد بأنه عم نعيد الأمور هي زيتها يعني نحنا شعب بلا ذاكرة صحيح إنو الله عطينا نعمة النسيان عطي البشر نعمة النسيان بس نحنا مكترين فيها شوي من شهيد عماد بغنية إلى كما قالنا نحنا بكرة ذاكرة 11 للشهيد الرئيس رفيق الحريرة خلال نعمل هيد النقلة إلى مكان آخر بكرة العيون كلها موجهة إلى بيال إلى كلام الرئيس سعد الحريرة شو بدي أقول بكرة الرئيس سعد الحريرة ماشي شو ماشي ما رح يقول شي ما حيقول شي جديد يعني دل ما رح يقول شي إذا طلع حكي ساعة شو بدي أقول ماشي هو يحط حقا بموقع الرئيس سعد الحريرة إنو ما يقول شي وما يعمل شي حتى لو تكلم كثيرا حتى لو أكثر من الكلام ومن الحركة وإستقبال الناس وتوديع الناس والاجتماعات واللقاءات ومن باريس على الرياض وعلى جدة وعلى مبارف لوين ويروح ويجي وما عم يعمل شي وما عم بيقول شي هو شو لازم يعمل برأيك هاي دي مرحلة شو بينعمل فيها برأيك مش أنا عملت رئيس حكومة لا بس أنت اليوم أنت اليوم ناقد وانت اليوم متابع شو لازم يجي من هلأ يكون عنده جرأة وشجاعة إنو يعمل مصالحة وطنية جدية ويجي مش جدية هي بتضلها شكلية بس إنو حد الأدنى من مصالحة ويجي يقول إنو مايش الحال ميشيل عون بقى أنتك برئيس نقطع على السطر لأنه هيدا الشي رح يعملوا بعدين كيف يعني رح يعملوا بعدين مثل ما أنو طيب بس هو مرشح مرشح إسلامين فرنجية صحيح بس مش مايش الحال يعني إجا بدوا يعمل مصالحة مع حزب مش مصالحة إجا بدوا يعمل نوع من التسوية بنفس الوقت برأيه بتفرض فريق 8 أهدار يلي هي إنو يجيب نائب سليمان فرنجية رئيس للجمهورية طيب الطرف الثاني مش ماشي معه شو بيعمل هو قبل كان موافق إني اللي أمنوا السعودين إنو حزب الله مش ماشي معه طلع قال سيد حسن نصر الله نحا مرشحنا هو العمد من شرعان ونقطع السطر دون أن يطلب من دون أن ينكر على سليمان فرنجية حقه بالترشح ونحضون عن يطلب منه الإنسيح صح هيدا ما خصة بإنو كران حقه بالترشح بالعكس وبإنو كران إذا بدنا نقارن بين المرشحين بلبنان هو من أفضلهم بس هيدا ما بيعني إنو موقف حزب الله ملتبس موقف حزب الله واضح هو بدو رئيس ميشيل عون التكلمة كتير مهمية اللي هي إنو بكرة بدو يرجع يعملها بدو يضطر يعملها أي متى يعني وكانك عبتقول إنو لا محالة عندك هالحلين يا هلأ بدك تنزل تعمل تسوية وتنتخب ميشيل عون رئيس جمهورية يا بعدين بمرحلة لاحقة مرغمان بدك تعملها مش مرغمان لا بس إنو بالآخر بدو يبطل عندو خيارات إلا إنو يروح ينتخب العماد ميشيل عون هو عم بيقول هلأ عندو خيار أن يرشح حدا من 14 كل فريقه السياسي بيطلع بيقول هلأ ويمكن هو بكرة يقول هيدا كمان شغلة ما لها معنى إنو لأسباب خارجية عم يتعطل عم يتعطل الاستحقاق الرئاسي صحيح يتعطل الاستحقاق الرئاسي لأن السعودية ترفض انتخاب العماد ميشيل عون يلي سابقا الرئيس سعد الحريري تفق معه إنو يكون مرشحه لرئاسة الجمهورية وصل لحد الاتفاق يعني حتى ما ما نبالغ بس وصله أكتر من أجنائش وبيما بعد الرئاسة الجمهورية طيب ليش قبل ما كان في فيتو سعودي على العماد عون قبل لما نوصل إنو عم تقول يوصل لحد الاتفاق يعني اليوم الرئيس سعد الحريري معلما بيتصرف بطريقة شخصية وفردية بموضوع من هالنوع يعني فليش قبل ما كان في فيتو على العماد ميشيل عون وبعدين صار في فيتو من الأصل كان في فيتو فإذا شو كانت كانت لعبة؟ لا هو عمل محاولة اعتبر إنو هذي المحاولة بتوصلوا لاتفاق مع الجنرال ميشيل عون على ترك حزب الله يعني ابتعاد الجنرال عون عن حزب الله وعساس إنو هيدا بيحمل هو هيدا الاتفاق مع الجنرال عون بيروح بيسوقوا عند السعودية السعودية ما قبلوا يناقشوا هيدا الموضوع إنو هلأ نفس الشي هلأ هو ناطر السعوديين والسعوديين عم يتصرفوا كما لو إنو كما لو إنو كما لو إنو البلد مش موجود يعني الوزير واقل بفعور راح على السعودية والتقى شخصية هونيك الوزير ميشيل فرعون راح على السعودية والتقى شخصية هونيك كثير من السياسيين راحوا هلأ بالجنرال ولتقوا شخصية هونيك ما حدا بباله الملف الرئاسي اللبناني وهيدا السبب لمخلي رئيس سعد الحريري ما يبادر ويجي يقول أنه نعم أنا أقبل بأنه انزل ع مجلس النواب وانتخب العمارد ميشيل عم شو اللي بدو يغير كل هيدا الدوامة اللي نحنا فيه العرار أمريكاني لحتى اللي بعدين نوصل إلى نتيجة أنه بعدين بدو يضطر ينزل من الخارج عرار أمريكاني ومن الداخل بيقدر رئيس سعد الحريري هو كشخص يجي يقول يقنع الأمريكيين والسعوديين أنه ما بقى عندنا خيار آخر كيف دو يقدر يقنعون؟ ما فيه خيار آخر الأمريكان ما فيه رقع معهم حتى لما راحوا بعض فريق 14 قدار يحرضوا بأمريكا أنه إذا إجا الجنرال عون هيدا بيعمل أزمة بالمصارف وبيخلي المصارف تحت سيطرة حزب الله وبيخلي الجيش اللبناني تحت سيطرة الحزب يعني فينا نقول أن الأمريكان تمسخروا عليهم المسؤولين الأمريكيين لقعدهم مسخروا عليهم أنه الجيش هني عارفين الجيش شو واقعه والمصارف هني عارفين أنه المصارف اللبنانية بتعطيهم أكتر بكتير بما بيطلبوا يعني إذا طلبوا عقوبات على الحكومة السورية ملكية أكثر من الملك فما في خيار آخر عند الرئيس سعد الحريري وبكرة شو ما قال وشو ما طلع وشو ما نزل وبدوا يسيب إيران ويحكي على الهجم الصفوية والهجم الفلسية ويجي يقول نحن عرب وهويتنا عربية والحكي هذا اللي عم نسمعه من كل فريقه السياسي وهو للأمان يبلش مفاوضات مع الجنرال ميشيل عاني كيف؟ يعني فيه اللقاء صار بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري واليوم مكتوب عنا بالجريدة إنه رح يصير فيه لقاء تاني قريبا كمان بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري صحيح وبكرة مفترضيكم وإنت اللقاء مع الرئيس سعد الحريري ممكن يعني هيدا يكون باب تمهيدة لا يوصل إلى اللقاء بالآخر ممكن يصير فيه لقاء بالآخر بس مثل قبل بمرأ ولمّا الرئيس سعد الحريري قبل إنه تعلن حكومته من الرابعة بتتذكر حم نفس الشي هلا هيرجع يشوف الجنرال ميشيل عون ويقبل بادا الشي وشو بيعمل الساعة باسلامين فرنجية؟ هلا ساعتها بإعتقل رح يكون ما هو بيقول إنه أنا إذا كان في حزوظ الجنرال ميشيل عون أنا معه ساعتها سلامين فرنجية النائب سلامين فرنجية رح يكون مع الجنرال ميشيل عون طيب إذا بنا نعمل توصيف سريع لوضع لا بعدين من نخط التفاصيل نحن عم نحكي بناءا على الوقاعة الحالية ممكن يصير شيء بالمنطقة يغير كل شيء ما بعرف ببداية الـ 2014 كان فيه مسار للحرب بالمنطقة فجأة اجت داعش سيطرت على الموصل وامتدت من ريف اللادئية وغيرت المسار إلى أربيل كانت تصل إلى أربيل وغيرت مسار الأمور وغيرت شكل الصراعات هلأ شو بده يصير يعني هيك بالسحر السحر بده يبطل في داعش لا عم قول مثلا إذا بده تتغير مسارات بده يكون تأخذ قرار جدي بداعش وحتى الساعة ما فيش قرار جدي بهذا الموضوع بده تتغير مسارات شو دم في لبنان يعني مثلا كانوا يقولوا أن الرئيس ما بيجي إلا عن الدم قلت بالمنطقة ممكن يصير شيء ما بعرف شو هو عم قول عم حط احتمال حتى ما يكون جازم باللي عم قوله قطع كأني عم بحكي عن حسابات عن معادلات حسابية يعني لا بحكي بالسياسة وبالتالي ممكن يطرق أي ظرف عكا حال بنا نفصله نهودي سواء الاحتمالات يعني ممكن تكون بالمنطقة وسواء سنتحدث قليلا ما فيه أرار بداعش قلت ما فيه أرار بداعش بس فيه أرار على ما يبدو بتدمير غرب العراق وقرار أمريكي وبيرضى خليجي ومسكوت عنه المفارقة هيك الغريبة شوي يلي بتنقض كل الإعلام السائد اللي عم حكيها لأنه مدينة تكريت يلي حررها الحشر الشعبة من داعش جزء كبير من أهله رجع على بيوته مدينة الرمادي اللي أعلن حتى اليوم مرتين عن تحريرها بظرف شهر مش بعد ما حدا رجع عليها فيه أكتر من ألف غارة أمريكية صارت على الرمادي فيه أكتر من 80% من مدينة الرمادي مدمر ما بعرف كيف الناس بقى ترجع وهلأ عم بيتحمسوا وعم بيخبرونا أنه بأن يعملوا هجوم على الموصل بيقولوا لتحرير الموصل لماذا حررت ليش هالغارات كلها لأنه بعد ما حررت وليش عم يعنوا عن تحريرها لأنه الحكومة العراقية بقيادة حيدر العبادي كذابة كاذبة هيدا بدأت تفصيل ومنبطحة قدام الأمريكان بشكل يعني حيدر العبادي تحديدا هيدا بدأت تفصيل اللي رح نحكي نحن وياك وقبل نفصل شوي بالملف السياسي الداخلي قبل ما نروح على ملفات الشيء كي الخطر اللي عم بيسير بغرب العراق ومحنا ما عم نتبه له ما حر عم نتبه له هلأ حنفصله نفصله لالناس اللي مش متبهت له الناس اللي لا يمكن احنا كمان أدمم متاخدين بمكان آخر فيه بتغيب عنك أمور أخرى ما بتكون هالأدعم لها حسابات وهي بتكون حسابات مفصلية بالوضع الإقليمي رح نتقل عند كلارة جحة وجولة سريعة على مقتطفات من الصحف تفضلي كلارة شكرا سامر بطبيعة الحال بعد الأزمات الداخلية اللبنانية هي المسيطرة على الصحف نبدأ بالجمهورية التي نقلت عن مصادر أن وزير الثقافة ريمو عريجي وضع البطريارك المارونيل كاردينال ماربشارة بطرس الراعي بنتائج اللقاءات الأخيرة التي عقدت ما بين مسؤولي تيار المرادة وتيار المستقبل وبقية الأفريقاء السياسيين المسيحيين وغير المسيحيين وما آلت إليه المساعي التي تدفع رئيس تيار المرادة النائب سليمين فرنجي إلى استمراره كمرشح للرئاسة في مرحلة يعتبر نفسه فيها متقدما على رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون وبقية المرشحين هذه المصادر أشارت للجمهورية إلى أن الراعي جدد دعوته إلى حوار عاجل بين القيادات المسيحية مبديا استعداد بكرك للعمل على هذا الخط ومتمنيا الحصول على أجوبة نهائية في حد أقصى مطلع الأسبوع المقبل من عريجي ورئيس جهاز الأعلام والتواصل في القوات ملحم ريشي وعضو تكتل لتغيير والإصلاح النائب إبراهيم كرعان من الجمهورية ننتقل إلى صحيفة السفير كتبت السفير المستقبل عشية 14 شباط عفوا ينتظر الفرج كتب غسان ريفي في مقتطفات لا تمكن المقارنة بين الواقع الذي كان عليه تيار المستقبل بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 وبين واقعه الحالي فتيار المال والأعمال والخدمات والانتصارات الانتخابية والحالة الشعبية التي كانت تملأ الساحات بات أسير الأحباط الذي يرخي بثقله على كل مكوناته لا يغفي قياديون في المستقبل أن الحريري غير قادر على تقديم أي جديد خصوصا أن خطابه لن يحمل حلولا لأي من المشاكل كما أن استنهاض الشارع سيكون أشبه بالمهمة المستحيلة خصوصا أن التيار لم يحقق أي انتصار سياسي فعلي ولا يقاتل دفاعا عن عقيدة أو أسطورة كما يفعل غيره بل يسعى دائما إلى مخاطبة العقول بما يؤدي إلى تراجع العاطفة الشعبية القائمة التي تحركها المواقف الشعبوية ويرى هؤلاء أن ما يزيد الطين بالله على المستوى الشعبي هو التنازلات السياسية المتكررة لكن الأزمة الأساسية التي يرزح المستقبل تحت وطأتها هي الشح المالي الذي بلغ درجة متقدمة يقول غسان نريفي لا يقتصر الأمر بالنسبة للشح المالي على لبنان بل مخفية في مؤسسات الحريري في السعودية لا سيما شركة سعودي أوجي كان أعظم وتقول المعلومات في هذا الإطار إنه تم صرف العديد من الموظفين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم في عكار وطرابلس وبيروت وصيدة والبقاع وأن الآلاف من الموظفين يعانون أزمات مختلفة أبرزها توقف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر ما يدفع السعودية إلى عدم تجديد إقاماتهم وإلى تجميد حساباتهم المصرفية وحجز حسابات من لديه قروض حيث أن 30% من الموظفين باتت إقاماتهم بحكم المنتهية ما جعل المتضررين يلجأون ولأول مرة في المملكة إلى التحركات الاحتجاجية على الأوضاع التي وصلوا إليها ويضيف غسان ريفي يكشف أحد الموظفين أن هذه الاحتجاجات بدأت تتخذ منحا تصعديا في بعض مواقع العمل العائدة للشركة لجهات التظاهر واستخدام العنف قياديون في تيار المستقبل يوضحون أن الرئيس الحريري تمكن خلال الفترة الماضية من تنظيم أوضاع شركاته في السعودية وأن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم دفع مستحقات هذه الشركة التي تخطت 9 مليارات ريال سعودي أي ما يعادل 2.4 مليار دولار تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في السفير ننتقل إلى الأخبار كتبت الأخبار تحديدا عن المستقبل مستقبل طرابلس منقسم بين الحريري وريفي كتب عبد الكافي الصمد مؤيدو الحريري انتقدوا ريفي على خطوته وسألوها أين أصبح مشروع كهرباء زحلي الذي وعد بنقل تجربتها إلى طرابلس وكتبوا بالأمس تواطأتم على رفيق الحريري ثم قتلتموه وبكيتم في جنازته واليوم لن نسمح لكم بقتل سعد الحريري في المقابل كان مؤيدو ريفي أكثر نشاطا لأهداف لها علاقة بالصلة المباشرة مع ابن مدينتهم واستفادتهم من خدماته الشخصية فرأى أحدهم أن موقف ريفي قد لا يمثل الحريري لكنه يمثل كثيرين غيره ويسأل آخر إذا كان خالد الظاهر وأشرف ريفي لا يمثلان الحريري فهل فؤاد السنيورة هو ما يمثله؟ يضيف عبد الكافي الصمد التباعد بين الحريري وريفي قرأته أوصات سياسية على أنه خلاف جدي بين الرجلين لا مجرد تبادل أدوار مشيرة إلى أن ريفي يراهن على مجهول بعدما تبين له أن التفاهمات السياسية أكبر منه وأنه ليس جزءا من اللعبة السياسية ولا يعرف تفاصيلها ورأت في مواقف وزير العدل تعبيرا عن أمنيات أكثر منها قراءة واقعية للسياسة بدليل أن أحدا من داخل تيار المستقبل أو من خارجه لم يتضامن معه مؤكدا أو مؤكدة هذه المصادر أنه لم يستقيل من الحكومة لأنه سيكون عندها عرضة لتصفي كثيرين حساباتهم معه أيضا في الأخبار كتبت الأخبار صراع روسية على صفقة النفايات علمت الأخبار أن وفدا من رجال أعمال الروس زار بيروت أولى من أمس لعقد اجتماعات مع رجال أعمال اللبنانيين على تماث مع ملف النفايات وبحسب مصادر متابعة فأن رجال الأعمال الروس أبلغوا اللبنانيين أن وزارة البيئة الروسية لم توافق حتى الآن على ترحيل النفايات وأن الشينوك شركة حديثة العهد ولا يملك الجانب الروسي معلومات وافية عنها وتقول المصادر أن صراعا يدور في روسيا حول الصفقة وأن أكثر من جاه في روسيا تحاول الحصول على عقد الترحيل إلا أن مصادر معنية أخرى أكدت للأخبار أن مجلس الإنماء والإعمار حصل على موافقة موقعة من وزير البيئة الروسي عبر الفاكس وطلب من المعنيين الحصول على نسخة أصلية ليتأكد من صحة هذه الوثائق وأيضا علمت الأخبار أن الشينوك قد تعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تكشف فيه الوثائق تفاصيل أكثر في الأخبار ننتقل إلى الديار أشارت مصادر سياسية مطلعة في حديث للديار إلى أن عواصم القرار الغربية التي تتعاطب الملف اللبناني تتجه إلى الاعتقاد بأن كل من طهران والرياض غير جاهزة الآن للبحث في عملية التسوية الرئاسية وتوقعت المصادر الدبلوماسية عينها أن فصولا جديدة من التوتر والخلاف السعودي الإيراني ستنطلق قريبا على محوري سوريا واليمن لفتة إلى أن تنامي الصراع قد يؤدي إلى تمدد رقعته السياسية كما الميدانية إلى ساحات جديدة وفي أكثر من اتجاه في المنطقة وبالتالي فأن الحرب الدائرة على تخوم مدينة حلب باتت تشكل ورقة أساسية في حسم الصراع بين النظام السوري والمعارضة من جهة وساحة اشتباك جديدة بين طهران والرياض من جهة أخرى وذلك من دون إغفال التجاذب الروسي الأمريكي الذي بدأ يظهر من اجتماع جناب الأخير الذي لقي فشلا دريعا بحسب الديار وتقول الديار نقلا عن هذه المصادر أن لبنان سيكون له حصة لبأس بها من شظايا هذا الاشتباك الإقليمي وهي لا تقتصر فقط على إبقاء الاستحقاق الرئاسي في ثلاجة الانتظار الثقيل بل تحويل مسألة النازحين السوريين إلى مادة خلافية بين القوى السياسية اللبنانية داعمة منها والمناهضة للنظام السوري نختم مع عقاذ السعودية كشفت مصادر مطلعة لصحيفة عقاذ أن الجمود السياسي خصوصا على صعيد الملف الرئاسي بعد تموضع الأفريقاء خلف المرشحين رئيس تكاتل التغيير والإصلاح ميشيل عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي يزيد المخاطر الأمنية في لبنان خصوصا أن كثيرا من الشخصيات السياسية باتت مكشوفة سياسيا وبالتالي أمنيا من جراء هذا التموضع هذه المصادر شددت على أن هناك مخاوف جدية من عودة موجة الاغتيالات السياسية أو التفجيرات المتنقلة وذلك استغلالا لهذا الجمود السياسي والانشغال المجتمع الدولي وأسقاطه لبنان من أولوياته بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث وسمر أبو خليل وكما سائر اللبنانيين في كل عام مجدودا إلى هذا المكان وإلى هذا الضريح وإلى هذه الزكرى فدولة الرئيس رفيق الحريري رحمه الله تعالى كان يمثل شيئا خاصا وخاصا جدا لكل منا ذلك أنه في حياته وعمله وجهده ورؤاه وأفقاره كان مسكونا بهموم كل منا وطموحاته وأحلامه فضلا عن احتياجاته وحرياته وحرياته وكان يحس بالالتزام الأخلاقي والسياسي تجاه ذلك كله ولذلك فإنا جميعا شعرنا بالفجيعة عندما استشهد بهذه الطريقة الفضيعة كأنما أراد القتلة معاقبته على حلمه الوطني والعربي الحلم بالعيش المشترك المزدهر والوطن الحاضن لأبنائه والدولة القوية والعادلة والرحبة التي افتقر إليها اللبنانيون وكثير من العربي منذ زمن في حضرة الشهيد الحي دولة الرئيس رفيق الحريري تزول كل الاعتبارات لا نجامل ولا نلوذ بالصمت ولا نسخط أو نغضب إنها الألفة والسكينة والسكينة اللتاني كان حضوره يبعث عليهما كما يبعث عليهما استشهاده لقد اعتاد الناس على القول إن هذا الرجل أو زاك هو شهيد القضية ولا قضية أكبر من تلك التي استشهد من أجلها الرئيس رفيق الحريري قضية سلام الوطن وسلامته وأمنه هو كان يقول ما في حدا أكبر من بلده ونحن نقول إن البلد الذي يستحق رفيق الحريري وتضحياته هو بلد عظيم بالفعل ولذلك فسنظل مؤمنين بقدرة لبنان على النهود بقدر ما آمن رفيق الحريري وسنظل عاملين من أجل ذاك النهود اقتداء به وبنهجه ودأبه دولة الرئيس الشهيد لقد جعلت الأمر صعبا وصعبا جدا على كل من يمارس العمل السياسي والأعماري والاجتماعي بعدك وحسرتاه لأن التاريخ لا يعيد نفسه بل تتقاصر الأشخاص والأحلام والآمال عندما تقف أنت في قلبها بقامتك الشامخة وعزيمتك الكبرى ونفسك المعطاء ونظرك البعيد وهذا وهذا كله هو الذي منح حياتك ووفاتك معناهما الخاص الذي لا يتكرر أيضا مثل ما يصعب تكرار الآفاق الشاسعة التي عملت عليها وفيها نقف نقف اليوم عند داريحك كما في كل عام وكما في كل عام فنحن لا نملك لك ولأنفسنا كثيرا أو قليلا من الأخبار السارة فالمسبحة في العرب ما تزال مستمرة والدولة التي أعدت بناءها في لبنان قد أضحت مشلولة والمؤسسات الدستورية فارغة أو لا تملك القدرة على الحراك لقد قلت إن الطريق الذي شققته في العمل الوطني والإنساني صعب الابتباع بيد أن السار السار من الأخبار في هذا العام وكل عام إن شاء الله تعالى أن خلفك الرئيس سعد الحريري مصر على مثل حلومك وعملك وطموحك وأملك مصر على السلم الأهلي والوطني وعلى العيش المشترك وعلى التضحية بكل سبيل لكي تعود المؤسسات الدستورية إلى العمل ومصر قبل ذلك وبعده على عدم الاعتراف بوجود الطرق المزدودة أو التردي في الأسى واليأس ومع سعد الحريري وطياره ومحبيه هناك جمهور عريض من اللبنانيين لا يريدون عن وطنهم بديلا ولا يرضون بما يحصل للبنان وفي لبنان ولا للناس في لبنان وسوريا والعراق ماذا يفعل السائرون على نهج رفيق الحريري وإلى أين من هنا يقومون بما يقوم به المواطن الصالح يحفظون بالصبر وبالتحمل وبالسعي أمن الوطن وأمانه ويناضلون لكي تبقى ذكراك يا دولة الرئيس بالإصرار على سلام وسلامة الوطن والمواطن والعيش المشترك والمنفتح والعروبة الحرة والأبية في شتى الظروف والأحوال اللهم ارحم شهيدنا الكبير دولة الرئيس رفيق الحريري وسائر الذين استشهدوا جزاء ما قدموا لشعبهم وأوطانهم من تضحيات اللهم ارحم الشهيد رفيق الحريري جزاء عمله من أجل الناس في لبنان وغير لبنان وارحمه يا رب جزاء ما قدم من سيرة ونهج للمواطنين اللبنانيين وللعرب في الجهد السلمي والمدني والعمراني والنهضوي اللهم وفق أسرته وطياره للاستمرار في السير على هذا النهج البنا في نهضة البلاد وراحة العباد إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير شكرا خضر الله خضر الله خضر الله مرحب فيكم جديد مشاهدين وأتابع الحوار مع ضيف الأستاذ حسن علاء وكنا قد استمعنا إلى كلمة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللاطف داريان الكلمة التي ألقاها على ضريحة رئيس الشهيد رفيق الحريري استاذ حسن شو قولك صار طيار المستقبل بده دعاء لحتى ليقوم من يلي هو فيه إنه بالآخر حتى ما كيف نظلمون كمان هنه طيار ما عنده قضية وما فيه هيكلية تنظيمية بلى عنده قضية حديدية بل عنده قضية لبنان أولا هي قضيته هيدا شعار هيك وقضيته العبور إلى الدولة اه وما عنده برنامج عمل غير ما عنده برنامج عمل نابع حقيقة من مصالح الناس ومن بشوف هيدا الوطن شو مصلحته هيدا الشعب شو مصلحته بتصرف على هيدا الأساس غير مبني على رؤيته لمصلحة الناس هو عبارة عن تجمع من رجال الأعمال يلي همهم الأول هو يكبروا سروتهم هيدا المجموعة قدرت تبني عصبية مذهبية وطائفية تسمح أن نتعبر عن هي ما تراه مصالح فئوية ومذهبية لأبناء هذه الطائف وبالتالي بطبيعي بريضل هايك شو بريطلع منه أنه هيدا بأفضل حالاته هلأ التيار صلنا من الألفان وخمسة لليوم هلأ بنحكي في عنده أزمي وعنده مأزق وعنده أزمي وعنده مأزق وهلأ السعودي ما تفعله مصاري للمال السياسي وعنده مشلب أوجي وعنده هيدا الملك مات وهيدا ولي العهد مات وهو صاحبه أولاد بندر هو صاحبه أولاد سلطان ودفع له محمد بن نايف زعلان منه محمد بن سلمان مش صاحبه معه وبدو يكوش على سعودي أوجي الأخبار وباع لخيه وخيه باعه وعطى حصة هند كاش بس هذا أمور عائلية دي مش أمور التيار يعني عساس أنه الرئيس سعد الحريري يعني هو كان بيشتغل على محطة بنزين وكبر وكبر حاله وصار بالآخر رئيس تيار وردت وردت تيار عن بيه مثل ما وردت المصريات يعني هي أمور شخصية لأنه أمور شخصية أبدا لما بيعملوا جزء أكبر من ثروتهم من سندات الخزينة بلبنان ومن بايع إقارات بلبنان ومن شراء من الاستحواز على وسط بيروت ما بيكون أمور شخصية أموال خاصة منا أمور شخصية لبقية الحريري كل صغيري وكبيري منا أمور شخصية طيب اليوم بعد قضية يعني نجي بنحكي نحنا عساس أنه أنه شو التيار مستقبل لا يمت بيضل هيك بيضل هيك إذا فيه أنه والله أعظم شخصية قدما يقدر يقدما هيدا التيار هو الرئيس فؤال السانيورا بيطلعوا بيوصفوا أنه رجل دولة هو محاسب جي بفيق بكير وبيخلص شغل مأخر وبيشتغل كتير وبشغل حوله كتير بيشغلوا من حسابات وشو هالعبقري زمانه أنه اقترح حلقا ويلا منضيف خمس تلاف على البنزي شو هالعقل المتخلف في إدارة الدولة اللي بدك تحكيهم ولكن بالنهاية أنت عم تحكي عن تيار بيمثل سبعين بالمئة من السنة بيمثل سبعين بالمئة من السنة بلبنان صحيح يعني كيف ما وصفته هل قد تحجمه السياسي صحيح يعني شو ما عملت صحيح ما عم بنفي هذا الشي ولكن هذا التيار غير كفو ما بيعرف يدير دولة ما بيعرف يدير نفسه ما عنده قضية حقيقية هيدا تيار لا يهم مصالح الناس الحقيقية هيدا تيار بيشتغل على طريقة أنه أنا معي كتير مصاري بدي شوف كيف بدي كبر هالمصاري وبيجي بسكت الناس بمعنى أنه أنا بعطي للفقرة وبعمل حسن هيدا منا طريقة إدارة دولة هيدا إذا أعطيت 30 ألف زلمي بالبلد وسعارة 50 ألف عالي بالبلد ايه شو يعني هيدا الدولة هيدا هيدا الدولة هيدا فؤاد السانيورة بيطلع هلا بيخترح أنه بريزيت 5000 ليلة على البنزين شو هالعبقرية الفزة هيدا رجل دولة أسخف كلمة استخدمت بلبنان يمكن من أول من 43 واربعين بقدر حطها عدمت من 43 هي أنه يوصف فؤاد السانيورة أنه رجل دولة في مخلوق ما قدر يقدم مشروع واحد لحل أزمة السيار بالبلد كهرباء عاجز يجبلي مي عاجز يوصلي على البيت أنا منهم إجا أفكر بلحظة أنه أنا هذا البلد عن جد بدي طوره بدي أعمل فيه شبكة سكة حديد بدي أعمل فيه ميترو ببيروت بدي أوصي سكة حديد من بيروت على طرابلس مش بي بدوا هيدا على اللي دقيق ما فيه عندك طبقة سياسية كلها سيئة كلها سيئة فإذا عم نحكي عن طبقة سياسية كاملة متكاملة طبعا ما هي درة تتاجيها درة تتاجيها بعد اتفاق الطائف هو تيار المستقبل هو بيقدم حاله هو قاطرة مشروع الدولي في لبنان مشروع الدولي هذا فيه أنا سماعه من شخص واحد بكل هذه الدولة غير شرب النحاس لأنه خارجت المنظومة شرب النحاس الوحيد اللي حكي عن عن أهمية سكة القطار بهذا البلد وكان يقل له مين وكان السماع منه أنا مرة السماع من الوزير محمد فناش إنه إذا عملوا طرابلس مش عم يحكي عن منطقته عن الجنوب إنه يروحوا ويعملوا مشروع لبور طرابلس وحكي عن شي جد واقتلحوا مرة خلونا نبحث فيه إنه بالآخر بور طرابلس هيدا بيوصل كان عم يفكر إنه المنتجات اللي بتيجي من الصين لإيران للعراق لسوريا للبنان على بور طرابلس ما فكر بالطريقة اللي بيفكروا فيها البعض موالله مش عم سوئله إنه هيدا بمنطقته وهيدا بزاروبته فلالة اللي عم يفكروا خارج هي الطريقة المتخلفة اللي فؤاد السانيورة قدر يثبت بالبلد إنه هيدا هي قمة التقدم والرقيلة لأنه فيه موظف قاعد بالبنك الدولي عم بيقول له برافو عليك انت منيح برافو عليك انت شاطير أو موظف بسندوق النقار الدولي بيقول له يعطيك العافي ويزقف له إنه يعني فكرة هذه الارتهان للخارج اللي قدمه فؤاد السانيورة كهي أفضل برنامج حكم في العالم لا هو هيدا شيء متخلف انت عاجز من أنك تفكر كتيار سياسي من يوم رفيق الحريري لليوم شو اجا عم يل رفيق الحريري اجا قال إنه هيدا منطقة السوليدار ناخدها من الناس نعمل شركة من بيعها للخارجية قال هيك بهيدا الحرف بهيدا الحرفية يعني هيدا أقصى ما فكر فيه واعتبرونا هي إنه هيدا مشروع سياسي عظيم ومشروع لمصلحة لبنان عن جد فيه حدا سياسي بهيدا البلد اجا قال إنه كيف بدي حل أزمة الكهرباء بشكل جدي بلبنان ليك وين عم نحكي نحن عم نحكي عم نفكر بشيء مفترض نكون خاصين ومن خمسة وعشرين سنة لورا فيه حدا منهم اجا فكر بمستقبل لبنان ضمن مستقبل منطق مستقبل دول آسيوية الكبيرة العظمى يلي هي الصين والهند وكيف بدأتوصل بدأتوصل إنتاجها على أوروبا حدا فكر بهذا الموضوع حدا فكر إنه لبنان عن جد مؤهل إنه يلعب دور على خط سكة حديد من من لبنان توصل للصين حدا فكر بهذا الموضوع لا بدون إذا حكينا هذا الحكي بيتضحكوا حدا فكر شو أهمية شرب النحاس مرة حكي عمنا أهمية خط سكة الحديد من بيروت حملو لشرب النحاس في الحكومة لا ما حملو شو ألم يقصيه العمال مش هلعون طبعا طيب وأخطأ يعني وبعدنا لحد هلأ عم ندفع تمنة طيب اليوم بيتلع حدا بيقلك إنه إذا هذا النموذج من حمل ويلي هو قائد الإصلاح والتغيير ما قدر حمل شرب النحاس كيف بده يحمل بلد بأمه بيه يعني كيف بده يكون رئيس جمهورية لبلد هو الأفضل الموجود هو ما قدر حمل إصلاح أفضل الموجود شو بده يعمل وزير إصلاحي ما قدروا حملوه بالحكومة صحيح طيب ما قدروا حملوه لا هنة ولا حزب الله ولا غيره يعني شو يعني يعني عم نبشر الناس لأنه الوضع رح يبقى هيك الوضع من سيء إلى أسفل طبعا فؤال السانيورة بعده حتى اليوم يعني حتى ما يكون بس عم بحكة عن فؤال السانيورة ولكن فؤال السانيورة يمثل هيك هو هادي حبة الكرز طبعا النظام السياسي كل هذا النظام السياسي هو نقيد ما قدمه شرب النحاس نعم بحكي بس على فؤال السانيور الكل نعم طبعا يعني فاسد الكل 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 فاسد مش بس فاسد مجموعة من القتلى والمجرمين والصارقين والحرامية وشو ما بديك تسمي وسمي في فريق واحد بهذا البلد اسمه المقاومة هدا بنحط على جنب ما ألو عليها بهذا الموضوع وما ألو عليها بالفساد وما ألو عليها في أشخاص هون وهون وهون ولكن كمنظومة ما ألو عليها بهذا الجانب والباقي كله والباقي كله يعني شو بدي أقل لك عمل لك وصفق لك قتلى ومجرمين وصارقين وكل بساطة وكيف بدي يقوم هيدا البلد؟ ما في طريقة لي يقوم هيدا البلد إلا بتغيير هلأ ما فيك تغيير نظام ما فيك تغيير نظام ما فيك يجي طوفان جديد ونوح جديد يغير لك الدنيا كله لنوح زعيتر بدي يقوم هيدا البلد؟ مع هؤية الحشيش بدي يبعطها على هيدا أكبر دليل إنوه في دولش لا لا إنوح زعيتر كمان أكيد هو مظهر من مظاهر الواقع بالبلد بس إنو إنو نحنا نطلع بالإعلام كل وسائل الإعلام من عنا وجر يعني وصلنا نقول كيف بيطلعوه على التلفزيون هيدا هيدا حبيبي أنتو بتتسابقوا كلنا على بعضنا نتسابق لنروح نعمل مقابلة مع واحد مهجر نص البلد ونتسابق لنروح نعمل مقابلة مع واحد ناهب مصريات البلد نتسابق لنعمل مقابلة مع واحد عميل للخارج بعده هلأ عميل للخارج أو واحد كان جده عميل للعثماني وبيه عميل للفرنساوي ورجع يشتغل مع أبو عمار ورجع يشتغل مع الإسرائيلي ورجع اشتغل مع السوريين ورجع هلأ بعدين اركب موجة ثورة الارض وهلأ بده يركب موجة التحالف بين عونه وسامير جعجع وانه بتجيب الداخل وتجيب تقوله انه كيف بتحكم عنوح زعيتر وشو هالخدش للحياة العام والفضيلة يمكن افضل من كتير طبعا اكيد نوح زعيتر افضل من جزء كبير من الطبق السياسي طيب فاذا احنا محكمين نعيش بالفساد وننحكم بس حتى كون عم بحكي الى الامانة يعني بخصوص الجنرال ميشيل عون اكيد انه تجربته للجنرال ميشيل عون والمشاريع اللي قدمها واللي حاولي يشتغلها ولكن النظام السياسي قدر يحطمها او يأخرها بمحلات افضل من كل شي تقدم من 92 لليوم بس مش المثالية لا ما كان عندما كان يعني يعني اليوم هو العامد ميشيل عون قاد مسيرة كبيرة ويشهد لقليل هي مسيرة الاصلاح والتغيير بس شو قدر عمل من الاصلاح والتغيير كتير قليل شو قدر صلح وشو قدر غير كتير قليل بعدنا عم نقوله انه جزء من الاصلاح كان شرب لنحن ياسد سمر وفي زلمي اسمه فقار السانيورة هلأ معطل الموازنة باللبنان من 11 سنة لليوم منع اي تركيب برزي بالدولة لحتى يغير تغيير جازري ممنوع مين بده يوقف ببجولة فوقت السانيورة ما حدا رح يوقف ببجولة ليه ما حدا فإذا ما حدا يدعي انه هو منه فاسد وانه هو منه يعني ما فينا نعمل هذي الادعات نعمل اتحملات على الرئيس فوقت السانيورة نعمل اتحملت 11 مليار نعمل اكتب الابراء المستحيل نعمل كل هذي المطالعات كنا منتذكر استاذ ابراهيم كان عن شو المعارك اللي خاضة ويشهد لقله بهذا الامر بالجتمال والموازنة طب وبالاخر ولا شيء حطيني دافع عنه يعني او عن الاداء الجزء من السلطة انا عابس قالك النظام كله فاسد كله فاسد يعني تركيبة النظام تقدر تحطم اي اي مشروع للتغيير بالبلد اي مشروع للاصلاح بالبلد تقدر تقصي شخص مثل شرب النحاس تقدر تأخر مشروع مثل اللي قدمه الجنرال مشال عون بالكهرباء وبالماي وبالنفط وبغيره وبغيره بتقدر هذي المنظومة انه تحمي حاله بطريقات تخلي ايه نحن ببلد ما في حسابات تخلي انه نحن ببلد ما في موازنة تخلي انه نحن ببلد بيقدر حتى اليوم فؤاد السانيورة بكل وقاحة انه يعطل الانفاق العام بالبلد ليه لانه بده يستدرج وزراء المالية اللي ايجوا بعده للمخالفات اللي هو ارتكبها لحتى يبري حاله لانه هو بيعرف حاله انه خالف القانون عم يقطع الوقت في السرعة في عنا بعد شغلتان كتير مهمين بدنا نحكيون اول شي موضوع النفايات اللي هو جزء من هيدا المعموعة الفسادية اللي مشينا فيها لوين موضوع النفايات انتو اليوم بالاخبار كيت مين تضارب حول موافقة موسكو على الصفقة الفضيحة صراع روسي على النفايات بعد فيه فضايح اكبر بدنا تطلع ملف النفايات نعم متتابعة بس احنا اليوم وصلنا بهيدا المسلسل اللي خليني اقلك ما حدا فهمه منا وبالجر ما حدا عم يقدر يفهمه ويستوعب شو عم بيصير عم ننام على شي عم نوعه على شي فيه جزء من السلطة بده ياخد هيدا بده ياخد اربع دولار عطان وهيدا بده ياخد احكينا واضح هيدا اتهمت ما معي خمسين مليون ليرة روح ادفعهم بالمحاكم بالمحاكمة المطبوعات بكل بساطة فيه حدا عم ياخد بده ياخد اربع دولار عطان وحده بده ياخد ستة دولار عطان مين بك تعتمد يا علي إبراهيم يعني القاضي علي إبراهيم او على اي عديوان المحاسبة او على شو عتفتيش للمركزة انه بصدق او على مين يعني بسلا والله شكري صادر هن اصحابهم انه بيضلهم يتعشوا مع بعض بيتغدوا مع بعض بيضهروا مع بعض وبيعمل فؤاد فواز عرس للمركزة بيجي بيعزم علي نص الأضاط بالبلد وكل السياسيين وبيكونوا الوزراء والنواب اللي مفترض مدعي العام المالي يكونوا يرتعبوا منه يكون راعبهم يكون هو يوان عم يتغدى هلأ مش عم بحكي بس على إبراهيم محرمت ناس تعد مع بعضها يعني بس لعندك سيستام كله مدمر صح اختصر لي موضوع النفايات موضوع النفايات ناظرين هلأ الروس اجت شركة روسية عم بتقول انه ليش بدأ تاخد شركة تانية هاو دل زبالتكم وتوصلنا إياها عروسية نحن بنقلها من البنان على روسية شو المشكلة هلأ المشكلة انه ما قبلانيين يطرحوا أي طرح آخر لأنه على ما يبدو فينا هيك نتهم كمان على ما يبدو نكب اتهامات جي زافا يطلع بيقول انتو بتستاهلوا هاي الطبقة السياسية تستاهل انه الواحد يكذب عليها بالسيء لازم نحن اللبنانيين سنخترع اشياء عنهم لهاي الطبقة السياسية لحتى نسيق لصورتهم اكتر من هيك هاني جسمهم لبيس مش بحاجة على ما يبدو في حدا من الطبقة السياسية اخذ حصة ستة دولار على الطون واحد تاني اخذ أربعة دولار على الطون من هايدي ما ذوق احكي مثل العادي شو احكي اطلع وليد جنبلاط عملنا هايدي الازمة بالبلد سكر مطمر النعمة بدون وجود بديل انه هايدي السلطة ببلديتها وبمجالسها وبمجلس وزراء وبوزراء كلها على بعضها بدأت تقدر تدير هيك ملف ستة سمر نحن بلد ما عنا كهرباء نعرف شو يعني ما عنا كهرباء نحن تعودنا على الزل نرجع ونقوله لهم نزيتهم نحن شعب زليل بيرضى انه الكهرباء تقطع عندو كل يوم تكون طالع بالأسنصير تقطع على الكهرباء ويعلق فيه تقطع على الماء هو عم يتحمم شو بيرضى يعني شو بيرضى راضين بايدا الشي نحن راضين بايدا الشي بوقتي اللي اجي تتحرك يتجرب يتتحرك الناس خونوها وعملوها عملاء لا ما خونوها وعملوها عملاء في جزء من السلطة خونها وعملها عملاء بس كمان الحراك المدني اللي نزل بديو يكون صدره أرحى بشوية الانتقادات وبدو يعرف انه أنا لما بنقذ من واحد بيشتغل مع الأمريكان حق ينقذ من الواحد بيشتغل مع الأمريكان لأنه أمريكان أمريكا عدو إلي أمريكا بتقتلني فبدو يستوعب هذا الشي بدو يتقبلني كمان ما بدو يكون مثل السلطة يجي يقول لي عم تغني اتهامات جزافة لا خيانت عم تشتغل هون وحكينا عن أربع خمس أفراد مش أكتر يعني وبرجع بقول لي الحراك المدني اللي صار هو حاجة بهذا البلد حاجة لقلنا نحنا كل مبنانيين نحنا كلنا بحاجة لحدا يخوف السلطة بهذا الطريقة حدا ما يكون حام يخوفها بقوة السلاح لا يخوفها بالطريقة اللي تحرك فيها عم بحكي عن أربع خمس أشخاص أنا كنت وانتقدنا أربع خمس أشخاص مش أكتر يجو بقول خوننيهم لا ما خوننيهم كل المجموعات كل المجموعات هذي مجموعات عن جد قامت بشغلة كتير مهم بعرف هلأ شغلة مثل الانتخابات البلدية شفت حدا من السياسيين من يومين قال لي إذا بقيت أنا عمل الانتخابات البلدية بس لأنه خايفين الحراك هل هي الانتخابات البلدية ما رح تقدي ما رح تأخر بهيك وضع وما فيه نسبية وما فيه شي رح يتغير وفيه مش عم يأس العالم بس إنه إذا ما طالبنا بالنسبية بالأصل بالانتخابات ما فيه شي رح يتغير رح نظلنا عايشين بالزل يعني بيبلش مفتاح التغيير بعد السيطرة أو بانقلاب عسكري بحطهم بالحبس بس على الألقى يمكن واحد بيحس حاله إنه هو مارس شي من شو قلة طامة هلأ إذا أنت قلت شو هي تسكيت شي معين تسكيت الناس يمكن هيك بيشوفوها فالمهم ولي جنبلات فتح لنا هذه الأزمة بتسكير مطمر النعمة ما في بديل البلديات عاجزة واللي بده يشتغل غير مسموح إلو أنه يشتغل ومقيد ماليا ومقيد بالأوانين بس بالآخر اللي حالوين ومجلس يعني اليوم الروس حتى إذا بدون ياخدوا بدون ياخدوا لزفيلة اللي عمره شهر وشهرين بس إحنا قلنا سنبي هيدا الأزمة وخلص عفلنا ونضربت كل شي نضربت مياهنا الجوفية ونضرب الهواء وأكبر دليل عاشي ونسبة الأمراض اللي صارت موجودة والفيروسات اللي عم نسبع فيها لأول مرة على كل حال حتبقى الأزمة مثل ما هي يعني الزبالة موجودة الزبالة مالي خمير بي الزبالة هلأ هلأ هلشهرين هيدا الشهر والشهر الماضي رح تاخده الروسية ما حتاخد الزبالة الزبالتنا لمعفنا يعني الزبالتنا لمعفت هتبقى عنا شو حنعمول نفدع عن نعمة فيه أمل يرجع ينفتح مطمرة النعمة بصفتي كيف ما أحلانة صورنا نقول فيه أمل أحلى شيء من فترة كتبت على فيسبوك إنه ما في حل إذا يرجع يفتحوا النعمة بيجعب يفتحوا أولي جملات إذا بنا نقول فيه حلول أكيد فيه حل إنه البلدييات تلعب دور بس بلدياتنا غالبيتها بتكبز بالي حتى تضيع وبتحرقها مش عم بيحكي عن التجربة السابقة للبلدية نرى بس إنه فيه منهم ما بيكون عندهم حلول إلا هيك من من أسبوعين وقت نمطرح موضوع انتخابات البلدية كتبنا بالجريدي شيء نحنا عن موضوع النسبية تحديدا انتخابات بلا طعمة إذا ما كان فيه نسبية حتى بالضيع يكون فيه نسبي فأحد الوزراء يقول إنه أنا بده ثلاثة شهر لا أفهم الموضوع لأ لبنانية ما بدهم لا تلاتة شهر لا تلاتة شهر لا pas ما بدنا ثلاثة شهر ولا تلاتة سنين لا نعرف нفرز النفايات ببيوتنا ما بدنا ثلاثة شهر ولا تلاتة سنين لا نعرف إنه هيدا الكيس هيدا اللون للورق وهيدا اللون للشي العضوي وهيدا اللون للزبال التنك والزاز ولم بعرف شو فانه من شغلة والله بده واحد يكون معه ثلاث شهادات من كامبرج وهارفرد وييل حتى يقدر يطبقها فينا نعمل هيدا القصص بس المشلة انه طبقتنا السياسية عمقلك افضل ما انتجته هو نموذج فؤاد السانيورا يلي قاعد لاطة شايف وط سعر البنزين يلا خلينا نحط خمسة الاف على البنزين لقي مخرج يحط فيه ضريبة هيدا بجانات هيدا بجان مش دا هيدا مش بجانات هيدا عقل المحاسبجة يلي رفيق الحريرة ورد فيه المنظومة اللي ريكبي من زمن العثمانيين وورتها لفؤاد السانيورا عنا بريك صغير رح ناخده نرجع بعدين هنفوت شوي نحكي ضروري بالموضوع السوري وشو صار بميونيخ مؤخرا ما حنا قدرنا نتوسع كتير بريك وانو تابع براح فيكم جديد مشاهدين وقتابع بما تبقى من الوقت مع ضيفة استاذ حسن علاء قبل ما نروح على الموضوع السوري رح لكن عم نحكي عن موضوع طيار ومستقبل ما إلا ذلك كنت عم بحكيك كنت عم بسألك أو سألتك سؤال وطلع المفتي يلي هو من بعد ضربة خالد الظاهر بريح قضية الوقت الشفري في كمانا آآ هذه الزعزعة الكبيرة شو اللي بدو يرجعي لما إذا سعد الحريري بإبارات البلد؟ شين بي مرات البلد ورجعها البلد يعني أنت بالنسبة لألاكية زيتها؟ أي زيتها شو اللي قصة العظيمة يعني بس أيدا بدو ياخد على مزيد من التفسخ وعلى مزيد من الشرق؟ أنه هي زيتها شو يعني؟ بالآخر الشارع معه لأسعد الحريري مش كله يعني بس بطرابلس مثلا عنده مشكلة طبعا بطرابلس الشارع مع لواء الشرفريفي في أعتقد أنه بطرابلس الشارع هو أغالبيته خارج طيار المستقبل لا الشرفريفي ولا سعد الحريري أعتقد أنه غالبية بطرابلس بتروح على خيار أه يعني بارح نتائج المحاكمات نجيب نئاتي محمد صفضي فيصل إكرامي بس فيه شارع وفيه عندي كتلة مسيحية وكتلة علوية ومكان آخر فيه شارع للوزير أشرفريفي عنده أنت ماء للوزير أشرفريفي طبعا طبعا الوزير أشرفريفي بقي طلعي تحكماته بقي من 8 سنين بقوة الأمن الداخلي الوزير أشرفريفي بعهد وتوظف حوالي أكثر من 10.000 شخص بقوة الأمن الداخلي هو كان له اليد الطولة بحصة الشمال كان يعمل خدمات بموضوع المخالفات مخالفات البناء اللي بيفوت على الحبس واللي بيظهر من الحبس مخالفة السير وبنقل عسكري من هون لهون وبتوقيف فلان وبغض الطرف عن فلان كده هو القصص فوق هيك كان فيه كمية مال كتير كبيرة موضوعة بتصرفه وكان ينفقها بما يخالف القانون بالشمال ليشتري زمم ويشتري زعمة ميليشيات ويدافع عنهم النتيجة؟ النتيجة هو زعمة ميليشيات أو قارة المجموعات يعني بالحبس ما عدا ناس مثل عميد حمود بيذكر اسمه بمئة ملف بالمحكمة العسكرية ما حدا بيقرب صوبه بالتحقيقات عن مخابرات الجيش ما حدا بيقرب صوبه ما حدا طلعي تحكام جديدة من المحكمة العسكرية عنا كمان فوق منهم مثلا الشيخ سالم الرافعي بينذكر اسمه عالطالع وعالنازل بالتحقيقات ومن المحكمة العسكرية ما حدا بيقرب صوبه أشرف ريفي بيعامله وزير رفعة عيد بيحكموا عليه مرة واثنين وثلاثة مع أنه بيعرفوا كلهم كل الأجهزة الأمنية بتعرف أنه رفعة عيد ما له أي علاقة بالتفجيرات اللي صارت بترابلوس تفجير المسجد بري حكم غيابة بأشغال شقة مؤبدة صحيح عمل ليك هذا البلد أنه أشرف ريفي بيعرفوا القوى السياسية لمين كان يدفع مصاري أشرف ريفي وقديش كان يدفع كل شهر تعرف الأجهزة الأمنية والقضائية والدولة لمين كان يدفع مصاري كل شهر من عمله وزير عدل بينما رفعة عيد لأنه طاقفته صغيرة بهذا البلد لأنه طاقفة عدلة صغيرة وسوريا خربانة وسوريا لم تعد بالقوة زيتها بلبنان فرفعة عيد بنحكم مرة واثنين وبيعرفوا أنه رفعة عيد ما له أي علاقة بالتفجيرين الإرهابيين كل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا يبقى الوضع كما هو عليه سوريا لوين رايحة في ظل ما نشهده في ميونيخ المؤتمر اللي صارت بميونيخ واللي لبنان عم بيشارك فيه مبارح وزير خارجي الأمريكي كاري بيقول أنه تم التوصل إلى اتفاق وعبارة عن وقفة لقنار يبدأ الأسبوع المقبل ومن ضمنه كمان ادخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة مثل المضايا والفوعة والكفرية حكي عن دير الزور أنه اتفاق على ادخال المساعدات على دير الزور دير الزور اللي محاصرة أنه داعش عظيم داعش ما فهمنا هادي شو بالظبط شو قصده فيها غير الطريقة اللي عم يشتغلوا فيها مدفا ديف اليوم بيقول عسكريون أمريكيون وروس سيشريفون على تنفيذ اتفاق ميونيخ نحن الآن بسوريا بنقطة تحول كتير كبيرة تشبه هاللي صار سنة 2012 بس معكوسة 2012 كان عم نحكي بعد تفجير مبنى الأمن القومي بعد دخول إلى حلب بآخر 2012 بتشرين مرة كنا بحلقة معك هون وكان قبل بليلة فيه هجوم كتير كبير على طريق المطار 2012 بآخر بتشرين حسب ما بذكر ويوما انقطعت الانترنت والاتصالات بسوريا لمدة ساعات يوما كان الوضع أنه كان الأمريكاني والسعودي والقطري والتركي حطوا تقلن بوجه النظام بسوريا واشتغلت عملية تهويل كبيرة وشغل استخباراتي كتير كبير لانشئاءات ولشراء عسكر وضباط وعشاير وزعم عشاير ومسؤولين محليين وسياسيين وأمنيين بالكل عملية كبيرة ومنظمة كان هدفها اسقاط النظام ووصلوا على الشام يعني كان الدبابات عن تنشاف على أتصرار المزة وكانوا مع تقدين وطلعت بالآخر السنة هلالكلينتون قالت الخناق يشتد على الأسد وطلع باراك أوباما قال أيامه معدودة وصلنا أنه خلاص رح يصق كان نظرة يومها بهذاك من محور المعاري للنظام والنظام رح يسقط خلال أيام هلأ الأمور معكوسة يعني الحكاية أو ما نسب إلى جون كاري قد يكون دقيقا يعني أنه لو إذا بتبقى اندفاعة الجيش السوري وحلفائه كما هي عليه يصير في تغير جوهري بالمشهد العسكرية شو هو التغير لأنه ما معنا وقت نفصل كيرا يعني من الآخر عندك أنت فتنة كان في مرحلة هبوط للنظام رجع صار في مرحلة صعود نسبة فاتت داعش على الخط خلطت الأوراق رجع صار نتيجة هذا الأمر نتيجة عوامل أخرى صار في تراجع على النظام بأول السن الماضية وصلنا نحنا لشهر حزيران قبل دخلت روسيا على الخط نحنا فتنا بشهر حزيران لا شهر أيلول قبل ما تفوت روسيا على الخط صار في شيء بالجبهة الجنوبية تحول كتير كبير أدى إلى صمود الجبهة الجنوبية ومنع تساقط المواقع والقرى والمدن بالجبهة الجنوبية وصار في استيعاب للهجمات اللي صارت كذلك الأمر بالشمال بعدين فاتت روسيا على الخط صار في تأمين لما يحتاجه الجيش السوري أكثر من ذي قبل الجيش السوري صار عنده مروني أكثر بالحركة فيه الدعم المعنوي الكتير كبير لمأمن الوجود الروسي فيه الغطاء الكتير كبير لمأمن الوجود الروسي المساهم العسكرية الروسية وأن كانت ببعض الجبهات مثلا الجبهة الجنوبية المشاركة الروسية ولا مشاركة الحلفاء هي الأساس الأساس هو قتال الجيش السوري بريف حلب الشرق الجيش السوري يقاتل وحيدا بلا حلفاء الجيش الروسي عم بيأمل له غطاء جوه ولكن الأساس الموجود على لا بريف حلب الشرق ما فيه فيه الجيش السوري وحده بالجنوب اللي عم بيقاتل هو الجيش السوري وحده بريف حلب الشمالي وريف حلب الجنوب المعركتين الكبار اللي صاروا صحيح فيه مشاركة كبيرة للحلفاء باللدئية الغالبية اللي كانت عم تقاتل هي الغالبية المطلقة هي سوريين سواء كان جيش سوري أو قوى دفاع وطني أو حزب سوري قومي اجتماعي طيب نتيجة هلأ لوان أو غيرهم من الجماعات من الجماعات الأحزاب والقوى اللي عم تقاتل مع النظام هلأ نحن فتنا على مرحلة حساسة للغاية الطرف الآخر بده يعمل شيء لا يرد على هذا التقدم اللي عمله النظام على التغيير استراتيجي بالألفين وتلتعاش ضل كررها هايدي حقان في دان مدير مخابرات تركية قال لزواره اللبنانيين كانوا اللواء الشرفريفة والعميد عمار عثمان وضباط آخرين مفرع المعلومات قال لهم وهي ضل يكرر كان يوم يكرر اللواء الشرفريفة خلي حزب الله يفوت على سوريا ياخد القصير هو النظام وياخده حمص نحن بس ناخد حلب بـ 48 ساعة تسقط كل المناطق التاني اليوم صارت القصة معكوسة اليوم النظام يقترب من حصار الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب النظام وحلفائه الطرف الآخر التركي السعودي القطري مش منتبهن له كتير بها الأيام الإمارات بدوا يرد بدوا يعمل شيء ولكن بالآخر القرار بيد أمريكا قرار الدخول إلى سوريا بريا أو غير بريا بيد أمريكا أمريكا راحت بمؤتمر الميوني خطبنت الخطاب الروسي كما هو وقف إطلاق نار يستثني داعش والنصرة والجماعات الرهبية الأخرى خلينا نجيب كل شيء كان يحكي لفروف خلال ست شهر خلال السن اللي ما رأيت نفس الخطاب حرفيا هذه مع الاعتراف بالوقائع الجديد اللي صارت لما بيقول وقف إطلاق نار وقف إطلاق نار كما نحن اليوم وبدوا نجيبوا الجماعات المسلحة السورية اللي بدوا إياه الروس شو مئيس أنه هيدا إرهابي أو مش إرهابي إذا قاتل الإرهابيين فهو ليس إرهابيين إذا لم يقاتل الإرهابيين فهو حليفهم يحق لنا أن نقاتلهم فخطوة كبيرة اللي صارت بميونيخ ولكن هي تمهيد لجناف اللي رح يصير يلي إذا فشل رح نفوت على جولة جديدة هذه الجولة جديدة كمان على الأرجح يكون النظام له اليد العليا فيها يقدر يتقدم بعدد كبير من المناطق وأصلا في معارك هلأ متصير يعني ما وقفت المعارك مبادح كان فيه هجوم بريف حلب الجنوبة طيب أبلشه أصلا موضوع التطبيق صحيح تطبيق التونخ يبدأ الأسبوع المقبل فالخلاصة أنه نحن الصورة معكوسة عما كانت عليه نهاية عام 2012 وبداية عام 2014 بس ده لا يعني أن الأمور ستنتهي غيرا لا 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 أو بعد غد لأنه إذا بتجي بترسم بتشوف المؤتمرات شو عام يطلع منا والخطط طبع المؤتمرات يلي رايحة إلى سنين كتير لقدام بتأكد لك أنه الأزمات مرحلة أولى بالنازحين بملف النازحين مرحلة أولى تنتهي إلى 2020 ما حدا متوهم أنه الحرب ستنتهي قريبا في سوريا ولكن الواضح أنه النتائج ليست كما كان يشتهي حلف أمريكا إسرائيل دول خليج تركيا كيف كتير أمور نحكي فيها بعد وخصوصا عن العراق غرب العراق المشروع المحطوط لغرب العراق إن شاء الله بحلقة تانية بنجعل نحكي فيه الإعلام العربي صامت بالمطلق صامت بالمطلق صامت بالمطلق إذا شافوا عسكري من الحشد الشعبي مارئ حد مديني بغرب العراق بينزلوا تاني يوم كل الإعلام الخليجي وعلى يعني بيدبوا الصوت مثل ما بيقولوا في مدن يتم تدميرها بشكل ممنهج هلأ جاي دور الفلوجة وبعد منها جاي دور الموصل والأمريكان ما عنده نخطة عسكري يعتبروا فيها أنه أنا بديه طبعا الموصل يمكن هني عم بيقوله هاي دي السنة وحيدر العبادي يمباد حقال أنه هاي دي السنة يمكن ما تبلش للألفين وسبعة عشر بالآخر القوات اللي بدأتوا على الأرض غير حاضرة بسير شغل كبيري يعني فيها سبعمائة ألف مدني الموصل سبعمائة ألف بركع مارئ بدون يفرغوا قبل ما أكيد الأمريكان مبارئ كان فيه هاي أقضية بغرب العراق طالبوا أنه طالبوا من المدنيين أنه يفلوا ما حدا عم يحط خطة لتحرير هذه المناطق بطريقة تسمح بعودة الناس على يوم بعد التحرير هاي دي بدأ حلقة لحالة حصرا أمريكاني مشروعه بمكان آخر واضح هني كل واحد بمكان آخر وكلهم يغني على ليلة حصرا خصباته ما خاصة بأهل المنطقة مثل ما أنه دمر العراق بالألفان وثلاثة مثل ما دمر العراق بنية الدولة العراقية بين التسعين والألفان وثلاثة رجاء أضاء على الدولة العراقية بعد الألفان وثلاثة هلأ فيتين بجولة تالتة ومثل أول مرة وتانية مرة تالت مرة كمان الدول الخليجية هي التي تعاونها أهل سعود أهل ثاني أولاد زايد هني هودة أدوات هذا المشروع يلي دمر العراق مرة وثنان وثلاثة وبثلاث مرات كانوا الضحية الأولى هني سنة العراق العرب السنة في العراق هني الضحايا كل العراق كان ضحية ولكن كان الأكثر تضررا هني سنة العراق عرب السنة في العراق بأيدي خليجية وتحديدا سعودية إماراتية قطرية مضطرين نكتفى بهالقد يعني علما أنه كان في كتير إشياء تنحكر إن شاء الله بحلقة لحقيقة من وضحها أكتب دي أشكر حضورك معنا أستاذ حسن علي اليوم أهل وسهلا فيك مشاهدينا شكر كبير لألكم ولا متابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر